في ذات السياق أعلن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سيد يوسف بن صالح صالح الانتهاء من تأهيل وتهيئة جامع الحياج في مدينة المحرق ومسجد الشيخ محسن في منطقة جد حفصة يأتي ذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بإطلاق خطة لتطوير دور العبادة في محافظات المملكة كافة وافتتاح وترميم وتأهيل ثلاثين مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وأشهد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بما تحظى به سائر دور العبادة في المملكة من دعم كبير في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء